بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير وفي كل بقعة من بقاع الدنيا جمهور النادي الأهلي العظيم أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج التريند حلقة النهاردة بالتأكيد حلقة دسمة فيها كواليس وفيها أخبار وفيها موضوعات مهمة جدا أكيد الشارع الأهلاوي وكل جمهور الأهلي عبر السوشيال ميديا بيتساءل في تفاصيل وأمور عديدة جدا خلال الساعات الأخيرة بالطبع كأس العالم للأندية وقرعة كأس العالم وبوعيد هذه البطولة وتزامنها مع كأس الأمم الإفريقية فيها كواليس وفيها أخبار مهمة جدا اسمعوا معنا في برنامج التريند أيضا كمان منتخبنا الوطني بيستعد إن شاء الله للإنطلاق غدا في كأس فيفا للعرب أولى المباريات أمام منتخب لبنان هذه الفترة بالتأكيد فترة التوقف بسبب منتخبنا الوطن اللي بيشارك في بطولة دولية في الدوحة وبالطبع النادي الأهلي ما زال فيه أجازة وراحة سلبية لكن خلال الخمسة الأيام القادمة إن شاء الله هيكون فيه استعدادات وبداية لاستيناف المشوار أم هيكون فيه استيناف للمشوار الإفريق والقاء السوبر اللي ممكن يتلعب 24 ديسمبر كل التفاصيل دي هتكون معنا النهاردة في حالة التريند وبالتأكيد جمهور النادي الأهلي بينتظر بالطبع كل الكواليس والأخبار من خلال برنامج التريند لكن خلونا نبدأ حلقتنا بسؤال حلقة اليوم وبالطبع يمكن بعد إجراء مراسم أرعة كأس العالم بالأندية بالأمس عايز أعرف انطباع الجمهور وعايز أعرف كل اللي بيتابعونا رأيهم إيه في أرعة كأس العالم للأندية وبداية الأهلي أمام فريق مونتيري المكسيكي والفائس سيواجه أو سيواجه فريق أبال مراسل برازيلي في الدور نصف النهائي شاركوا معنا في الإجابة على السؤال عبر صفحات القناة عبر السوشيال ميديا صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام وفي الفقرة الأخيرة نستعرض أكبر قدر من الأراء والمشاركات لكن خلونا نبدأ حلقتنا بأهم العنوين في تريند الأهلي الأهلي يتحرك رسميا لحل أزمة كأس العالم للأندية وفي التريند المحلي كيروش هدفنا الفوز ببطولة كأس العرب وفي التريند العالمي صلاح يواصل كتابة التاريخ وتحطيم الأرقام أبرز مباراة اليوم وبالتأكيد خلال هذه الفترة الكل متابع ومهتم جدا بيه اليوم الافتتاحي لكأس فيفا للعرب النهاردة الساعة السنة عشر ظهرا تونس كانت بتواجه منتخب موريتانيا في أولى مباراة البطولة وتونس عملت انتصار كبير وصاحق على موريتانيا بالفوز بخمسة أهداف مقابل هدف منذ قليل انتهت مباراة العراق وعمان بالتعادل الإيجابي هدف لكل فريق والساعة السادسة والنصف من مساء اليوم قطر هتلعب مع البحرين وفي الختام الإمارات العربية المتحدة هتلعب مع سوريا الساعة التاسعة من مساء اليوم كل هذه الموعد بالتأكيد بتوقيت القاهرة الدور الإنجليزي واستكمال باقي مباريات الدور الإنجليزي الساعة تسعة ونص النهاردة نيوكاسل يونيتد هيستضيف نوريتش السيتي ده الساعة تسعة ونص والساعة عشر وربع ليتز يونيتد يستضيف كريستال بلس كل التوفيق إن شاء الله للمنتخلات العربية ونشوف مباراة تقوية خلال الفترة القادمة وبالطبع الكل بينتظر مباراة مصر ولبنان غدا الساعة السالسة عصرا بتوقيت القاهرة لكن أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض لأن عندنا كلام مهم جدا وهتسمع أخبار وكواليس لأول مرة بخصوص موقف الأهلي في كأس العالم للأندية وموقف الاتحاد الدولي بخصوص موعد هذه البطولة وما الهدف من إقامة هذه البطولة في الفترة من 3 فبراير إلى 12 من نفس الشهر أهلا بحضراتكم من جديد وفقر التريند التريند طيب الكلام اللي جاي ده كلام مهم جدا بخصوص موعد كأس العالم للأندية وأنا شايف بالتأكيد في حالة من الاستياء لدى بعض الجماهير وبالتأكيد لكل زعلان من فكرة أن كأس العالم للأندية يتلعف في توقيت المراحل الختمية من كأس الأمم الإفريقية طيب نبدأ الموضوع ونعمل فلاش باك ونشوف القصة بدأت منين أولا البطولة كانت من المفترض هتقام في اليابان خلال شهر ديسمبر المفروض اللي احنا خلاص هنبدأ فيه من الشهر القادم لكن بالطبع اليامان اعتذرت بسبب جائحة كورونا ومش هتقدر تصديف البطولة فالاتحاد الدولي يمكن فتح الجهات أو فتح اتصالات عديدة بعدد من الدول إلى أن بالتأكيد كانت الإمارات العربية المتحدة طبعا الدولة الشقيقة كانت جاهزة لاستضافة الحادث الكبير ونحن بالتأكيد كلنا كأهلوية كونوا سعداء جدا باختيار الإمارات لاستضافة كأس العالم للأندية نظرا طبعا دولة عربية شقيقة جالية مصرية كبيرة جدا في الإمارات إمارة أبو ظبيع يكون فيها بالتأكيد عدد كبير جدا من جماهير النادي الآن ولكن موعد البطولة هو اللي كان مش أقول مفاجأة هو كان حالة الاندهاش لدى الكثيرين أن إزاي الاتحاد الدولي يحدد معاه لبطولة دولية في نفس توقيت بطولة دولية أخرى وهي كأس الأمم الإفريقية القصة زي ما أطلقكم مش جديدة لأن المعاد ده ما كانش بالنسبة لنا مفاجأة أعمل فلاشباك برضو وأرجع شهر كده الورى زي اليومين دول بالضبط من شهر حوالي 29 أكتوبر من خلال بعض المواقع الرياضية ومن خلال موقع يلا كورا اتكتب نصا كده أن الاتحاد الدولي فيفا بيربك حسابات الأهلي والكاف بخصوص موعد منديالي الأندية قدامك هنا مصدر يلا كورا ده كان مصدر من الاتحاد الإفريقي فيفا يربك حسابات كاف والأهلي بسبب موعد منديالي الأندية الخبر ده كان بتاريخ 29 أكتوبر وقتها كان الاتحاد الدولي أرسل للاتحاد الإفريقي الموعد الرسمي لانطلاق كأس العالم الأندية وكانت الفترة المحددة من 1 إلى 12 فبراير هنلعب البطولة خلال هذه الفترة الزمنية على مدار الشهر كانت فيه اتصالات وموافقات رسمية من الاتحاد الإفريقي بشأن هذا الموعد إذن المعاد ما كانش مفاجأة ولكن الاعتماد الرسمي للموعد كان بالأمس لما الاتحاد الدولي قبل مراسم القرعة أعلم من خلال الموقع الرسمي أن البطولة تنطلق في الفترة من 3 إلى 12 فبراير طيب الناس بتقول تبقى الاتحاد الإفريقي إيه دوره في الملف ده إزاي ما دفعش عن النادي اللي بيمثل القرى الإفريقية وبيشارك في هذا الموضوع بصوا جماعة عشان نتكلم بصراحة ونجيب من الآخر الاتحاد الدولي لقرة قدم فيفا حاليا هو اللي بيدير 90% من ملفات الاتحاد الإفريقي خلال الفترة الأخيرة قبل تعيين دكتور باترس متسبي وبعد تعيين دكتور باترس متسبي لأن في مرحلة انتقالية بتحصل في القرى الإفريقية خلال الفترة الأخيرة وكل لو شاف الجمعية العمومية الأخيرة مشروع التحكيم الفيفا هو اللي بيطوره هو اللي بيشرف عليه وكلينة الحكم الإطالي رئيس اللجنة بيشرف بنفسه على تطوير الحكام الأفرق ده واحد اعتماد كأس العالم كل سنتين الاتحاد الإفريقي هو الاتحاد الوحيد اللي اعتمد هذا المشروع بالإجماع 52 اتحاد كانوا حضرين للجمعية العمومية وبالإجماع صوتوا على إقامة كأس العالم كل سنتين بعد الإدارات التنفيذية اللي موجودة داخل الاتحاد الدولي رجال الفيفا بيشتغلوا بيشرفوا عليها وأيضا موجودين في الكاميرون للإشراف والتجهيز لكأس الأمم الإفريقية وبالتالي محدش أتوقع أن الاتحاد الإفريقي يعترض أو يقول المعاد ده لا يناسب لأن أصلا المعاد محطوط في نفس توقيت كأس الأمم فإذا كان الأفضل للاتحاد الإفريقي أنا يعترض قبل ما يعترض على كأس العالم هيعترض لأن أنا عندي بطولة قرية الفاينال بتاع يوم 6 فبراير أكيد العالم كله منتظر يشوف الفاينال البطولة ويتابع البطولة فإزاي هيتابع ده ويتابع كأس العالم للأندية إذن الفكرة في حد ذاتها أن الكواليس كلها عند الفيفا عند الاتحاد الدولي هو اللحظة الموعيد والاتحاد الإفريقي لم يعترض وللأسف لم يعترض لأنه زي ما قلت لكم الفترة الأخيرة الفيفا هو من يدير أكثر من ملف داخل الكرة الإفريقية طيب التصور اللي ممكن يحصل إيه الفترة اللي جاية تغيير المعاد للأسف وأنا أكلمكم في اللحظات ده هيبقى صعبة جدا ولكن اللي ممكن يكون متاح وده بنسبة ضئيلة للغاية إن كأس الأم الأفريقية رغم كل الأخبار وكل الأحداث اللي بتتقال بخصوص البطولة إنه ممكن مثلا تتلغي مش تتأجل تتلغي كأس الأم الأفريقية يا يتلعب يا يتلغي لأنه لو تأجل هيتأجل للسنة اللي بعدها لا يتلعب في الصيف ولا الكلام ده هيتأجل للسنة اللي بعدها لكن البطولة هتتلعب لأن الكاميرون عايزة تلعب كأس الأم الأفريقية وبالتالي هنا هتكون أمام حل من اتنين وده الاتحاد الدولي اللي عايز يود الناس كلها النفس السكة بس للأسف من سوق حظنا إحنا كنادي أهلي وإعنافنا هذا الموضوع إن هم عايزين يلعبوا كهس الأمم ولكن بدون اللاعبين الدوليين وكل الأخبار اللي خاصة بكهس الأمم من الفترة الحالية بتتعمل أو بتحصل عشان يكون فيه إرباك في المشهد أو ارتباك في المشهد فاللعب المحترفة تخاف تيجي تلعب الملاعب مش جاهزة العشب الطبيعي في ملاعب التدريبات مش جاهزة لسه الأمور في الفنادق والتنقلات داخل الكاميرو مش واضحة فالناس تخاف فما تجيش لكن من خلال كهس العام الأندية أيضا كمان والنادي الأهلي بيمثل معظم كوان منتخب مصر فبالتالي كمان لو لعبت الأهلي ما راحتش فبالتالي البطولة هنا ده اللي الناس عايزة تروح ليه إن البطولة ما يكونش فيها أبرز النجوم الدوليين في كل المنتخبات بلاستثناء مش اللاعب المحترفة في أوروبا فقط لا اللاعب المحترفة في أوروبا وأيضا كمان اللاعبة اللي بتلعب فيه الأندية المحلية وأبرزها بالتأكيد منتخب مصر سوء حظنا إن الملف ده عشان بيتم إدارته بالشكل ده جاء التوقيت ده بالنسبة أنه احنا كشكل سيء جدا إن احنا نلعب كاس العالم في الفترة دي وأول قرار أو أول أمر عايكون فيه نقاش بخصوص صفر اللاعبة هو عايكون أمر النادي الأهلي مع المنتخب الوطني ودي السكة اللي قدر إن كان بيحاول يوصلك لها إنك تتفاوض مع المنتخب عشان تشوف من اللاعبة اللي هتسيبها ومن اللاعبة اللي هتأخذها لأنه في النهاية عايز البطولة ما يكونش فيها أبرز النجوم الأفارقة اللي بلعب في أوروبا بالتأكيد للاتحاد الدولي قدر إن كان عايز ياخد يعني كونفيرم أو ياخد تصويت الاتحاد الأوروبي على كاس العالم كل سنتين وبالتالي هتكون كاس الأم الأفريقية فرصة إنه هو يقدر يصالح بيها الكرة الأوروبية والدوريات الأوروبية لفترة الجاية دي القصة وليه الاتحاد الدولي عامل البطولة في المعدة وليه مش فارق معها توقيت كاس الأم الأفريقية لأنه أصلا في البداية مش مهتم جدا بالبطولة فعايز في النهاية إن البطولة ممكن لو اللاعبة راح تلاها ما تكونش أبرز النجوم فلو تلعبت تلعبت بس بدون المحترفين وهنا بالتالي هتكون أفضل نتائج لي إذا ما تلغتش طيب الأخطر من كده وده بقى هنا أمر يخص النادي الأهلي هل الفكرة اللي أنا مثلا هبعط القايمة بتاعتي وهستنى نتائج المنتخب في تونس وبتلعب في مالي وبتلعب في المغرب فبالتالي هل هستنى هل هستنى نتائج المنتخبات دي عشان أتأكد إن المنتخبات دي إذا خرجت مثلا بعد دور الثمانية فلعبت هتكون معايا من أول فبراير لا هي الفكرة مش في توقيت المباريات دي إمتى أو المنتخب هيتكمل والله هيتخرج إحنا أكيد عايز المنتخبنا يكمل ليه النهائي يوم ستة فبراير لكن في نفس الوقت إنت هتبقى مقبر في الإسبوع الأول من يناير تبعت قيمة نهائية بـ 23 لعب فهل انت وقتال لما تبعت القيمة هتبعت بقيمة اللعيبة اللي انت متأكد هيكون موجودين معاك ولا هتبعت قيمة بـ 23 لعب وإيس فجأة تلاقي منهم 7-18 مش موجودين لأن المنتخب يكمل لغاية آخر البطولة هي الأزمة بقى هنا مش الأزمة في معادل المباريات لا الأزمة في توقيت إرسال القيمة خد بالكوا أن القيمة بترسل قبل موعد البطولة على الأقل بشهر أو 40 يوم والقيمة بيتحدد من خلالها الأسماء الرسمية اللي بيتشارك في البطولة عندك 23 لعب زائد 5 احتياطي بسبب جائحة كورونا إذا لقدر الله لعب من 23 أصيب بكورونا ومش هيكمل البطولة بتدخل واحد من الخمس لكن لازم تبعت القيمة الأساسية 23 لعب من ضمنهم 3 حراس مرمى هل على 10 يناير أو الأسبوع الأول من يناير عشان هيكون الموضوع كله اتحسم مش عارف هل الاتحاد الدولي ممكن يغير معلوماتي الاتحاد الدولي بالنسبة له الموعيد رسمية ونهائية ومتفق عليها من فترة ومش هيغيرها وقلتها للأسباب اللي انتم سمعتوها من شوية لان عايز كأس الأمم ما تكونش بنفس الرواج وبنفس طبعا القوة زي ما كنت بتتلاقي قبل كده واللعاب المحترف وأبرز النجوم ما يلعبوش في البطولة دي عشان إرضاء بالتأكيد للأندية الأوروبية أنا بجيب لكم الآخر وبصراحة للاتحاد الدولي حط هذا المعاد بالنسبة لكأس العالم للأندية الفترة اللي فاتت قلنا الموعيد وزي ما وردكو على الشاشة طبعا شكل الموعيد وان التواريخ دي بتربك حسابات الأهل والكاف لكن طبعا بالنسبة للكاف ما عندوش مشكلة لان في النهاية كأس الأمم الإفريقية البطولة اللي هو مسؤول عنها رقم واحد مش فرق معاني معاد كأس العالم لأندية تكون في نفس توقيت كأس الأمم وحتى اللجان التفتيش اللي بتسافل للكاميرو وبتشوف الملاعب والإجراءات والكلام ده كله مثلا يعني لو قيمة فيها 15 قسم 10 من الفيفا و5 من الاتحاد الأفريقي فبالتالي الفيفا مسؤولة مسؤولية كاملة عن كأس الأمم الإفريقية فبالتالي مش عايزة تديها الزخم الكبير ومش عايزة تديها الأهمية الكبيرة وتبقى الاعتذارات جاية سواء من الأندية أو من اللعيبة هو ده الهدف وهي دي الرسالة من صوح حظينة زي ما قلت الأهلي جاي كأول مثال هيتطبق على هذه البطولة وهيشوفوا سعيدها بقى الأهلي هيتوافق زي ما على المنتخب نسيك كام وناخد كام ده هنشوفه خلال الساعات الجاية لكن أنا عندي أمل وأمل كبير جدا إن الإمارات العربية المتحدة عشان نجاح هذه البطولة يكون فيها زخم جماهير وحضور جماهير كبير إنه ممكن تكون شايفة الموعيد ممكن لا تناسبها وهيكون فيه اجتماعات خلال الساعات القادمة ممكن يكون بصيص من الأمل لكن إن شاء الله هنشوف خلال الساعات الجاية في ظل إنه فيه اجتماعات النهاردة وبكرة ما بين اللجنة المنظمة المحلية في الإمارات مع الاتحاد الدولة عشان نشوف الموعد النهائي وتواريخ المباريات وأيضا كمان التوقيت اللي هتلعب فيه المباريات فيه ملعبين هيتلعب فيهم كاس العالم للأندي أستاذ محمد بن زايد وده أستاذ نادي الجزيرة الإماراتي الأهلي سبق ليه لعب مباراة السوبر عليه وفيه ملعب مدينة تازايد وده ملعب كبير بيسعى لحوالي 45 ألف متفارج اللقاء الأول للأهل هيكون مع مونتيري المكسيكي وطبعا الموعد المحدد ده سلفا هيكون 6 فبراير وموعد لقاء نصف النهائية هيكون 9 فبراير والمباراة النهائية وتحديد المركز الثالث والرابع يوم 12 فبراير في ختام المباريات طيب ده بالنسبة لكاس العالم الأندية وتضرب الموعيد كاس الأم الأفريقية الموقف في الرسمي لها ايه الاتحاد الدولي زي ما قلت لكم بيحاول يعمل ارتباك في المشهد والبطولة ما يكونش فيها زخم حضور النجوم الأفرقى في هذه البطولة سواء من الأندية الكبيرة في أفريقيا أو حتى اللعيبة الأفرقى لمحترفين الكبار في أوروبا لكن في نفس الوقت الاتحاد الكاميروني جاهز للرد على أي وسيلة إعلامية تطلع تقول أن البطولة هتتأجل بيطلع على طول ببيان رسمي يقول لك لا أنا جاهز وهستضيف والنهاردة كان فيه بيان مهم جدا لوزير الرياضة الكاميرون قدامك وهو على الشاشة ده بيان لوزير الرياضة الكاميروني وهو في نفس الوقت رئيس اللجنة المنظمة المحلية لكأس الأمم أعلن أن بصفته مدير كمان المشروع لموقع المجمع الأولمبي الرياضي ده الاستادة اللي هيستضيف مباراة الافتتاح ما بين الكاميرون وبوركينا فاسو أعلن أن الملعب هيكون جاهز النهاردة بتاريخ السلساء 30 نوفمبر وكان الساعة 11 الصبح النهاردة كان فيه استقبال رسمي فيه الملعب لتجربة بعض الملحقات في ملعب المباراة ويكون فيه حفل رسمي يوم الجمعة القادم 3 ديسمبر الساعة 11 صباحا عشان كل وسائل الإعلام تشوف بتاريخ 3 ديسمبر الساعة 11 الصبح مدى جهزية استادة الأولمبي الاستاد اللي هيكون عليه المباراة الافتتاحية بين الكاميرون وبوركينا فاسو إذن زي ما قلت لكم من شوية هو الاتحاد الدولي إيه اللي بيحصل الاتحاد الإفريقي موقفه إيه لكن الكاميرون جهز دايما ببيانات رسمية لأنها حريصة على أنها تستضيف البطولة لأنها مش معقولة بعد 5 سنوات وهي بتجاهز للبطولة تيجي لآخر لحظة والناس تحاول تقول إن الكاميرون مش جاهزة الكاميرون بتثبت إنها جاهزة والاتحاد الدولي بيحاول يعمل ارتباك في المشط حشان يثبت إن الكاميرون مش جاهزة والاتحاد الإفريقي بينتظر حتى اللحظات الأخيرة يشوف القرار النهائي إيه وزي ما قلت لكم الملفات كلها بتدور بنسبة 90% منين وإزاي لكن للأسف طبعاً هيكون يعني داخل في الجزئية دي النادي الأهلي وأول مثال للأسف هيتطبع عليه الجزء ده وهم ساعتها يشوفوا بقى الموقف هيحصل إيه ما بين الأهلي ومنتخبنا الوطني اللوايح في صف المنتخب وفي صف الأهلي دي بطولة دولية ودي بطولة دولية لكن بالطبع منتخبنا الوطني بالنسبانا ده مهم جداً وهنشوف الساعات الجاية هتصفر عن إيه بعد ما الأهلي أعلن بالأمس إرسال خطابات رسمية للاتحاد الكورة للاتحاد الإفريقي والاتحاد الدولي وأنا بقول للأسف الاتحاد المصري للكورة القدم أنا مش شايف فيه أي تصريح أو كلمة أو بيان وكأن الموضوع لا يخصه ولا يخص نادي مصري بيشارك في بطولة زي دي وهو عارف من شهر وشهرين إن كأس العالم الأندية هيتلاعب في الفترة ديت لكن محدش اهتم ومحدش فكر وكأن الناس فكراً منتخبنا الوطن هيخرج مبكراً ومش هيشارك بشكل قوي في كأس الأمم الإفريقية أخرج لفاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض لسه عندنا تفاصيل وكمان هنتكلم ونشوف آخر أخبار الأهلي من خلال صفحات السوشيال ميديا أهلا بحضراتكم من جديد ونشوف مع بعض ترند الأهلي وأبرز العنوان اللي موجودة من خلال صفحات السوشيال ميديا نبدأ مع بعض أول حاجة معنا في ترند الأهلي من الحساب الرسمي للأهرام على تويتر واللي نشروا ست لعبين يرحلون عن الأهلي في الانتقالات الشتوية الأسامي بنتكلم على السوداسي طاهر محمد طاهر قهربة محمود وحيد محمد محمود محمود متولي يرامي ربيعة بعد أخرجهم من حسابات تابيتسو موسيمان طب احنا نرضى بنتكلم مثلا فيه 30-11 من 30-11 لواحد جناير إذا رجعت بعد التوقف اللي جاي ولعبت مباريات محلية هتلعب مثلا مع فيوتشر وبيراميدز إذا مباراة السوبر تم تأكدها يوم 24 ديسمبر هتلعب السوبر الإفريقي مع الرجاء هل في مباراة عشان تقدر تحدد بقى أن الستة دول عيخرجوا؟ ده هنشوفه خلال الساعات اللي جاية لكن طبعا الموضوع ده ناقشناه كتير واتكلمنا في كتير وزي ما أقولت لكم النتيجة والمحصلة زي ما أنتوا عارفين بنسبة ببيرة غير صحيحة أن فيه مستجدات كثيرة ولموس النصة طويل خلال الفترة اللي جاية طيب الوطن سبورت بيتكلم على برضو كهرباء عاجل موسيماني يرفض تدخل أي شخص لحل أزمة كهرباء طيب هي الفكرة هنا أن بيكلموا أنه كان فيه بعض الأشخاص حاولت تتدخل عشان تحل إذا كان فيه أزمة بين بيتسو موسيماني وكهرباء لكن موسيماني يرفض تدخل أي شخص لحل أزمة كهرباء هذا الكلام عاري تماما من الصحة فيش أي حد تتكلم مع بيتسو موسيماني بالموضوع كهرباء الناس كلها عارفة هي الفكرة أمور فنية ووجهة نظر فنية والفترة الحالية فيه فترة راحة سلبية وفيه أجازة وبعد جده فيه مباريات محدش عارف بقرة فيه إيه بالنسبة للمتشاط إيه اللي يحصل في المباريات إيه الأحداث اللي ممكن تخلي الجهاز الفني يغير وجهة نظره ويغير التكتب ويغير الطريقة ويعتمد على قهرباء وعلى طاهر ويدخل محمود متولي ومحمد محمود كل الكلام ده سابق الأول لكن عرفين طبعا فيه فترة التوقف فبالتالي الكلام بيبقى كتير قوي على بعض الأخبار المتدولة بشكل يومي خلال الفترة الأخيرة الوطن السبورت بيتكلم على عاجل محمود الخطيب وفاجئ مدرب الأهل سيغة الخبر ومضمون الخبر بيتكلموا عن كابتن محمود الخطيب فيما معناها يعني أنه هو فاجئ بيتسو مسماني وبيقول له نبدأ نجدد ونحضر العقد عشان نجاهز العقد الفترة الجاية والتجديد خاصة على عهدتهم يعني أن بيتسو مسماني تنازل عن فكرة أنه يعمل شرط جزائي حتى نهاية التعاقد وأنا بأكد لكم بقول لكم هذا الكلام عاري تمام من الصحة ما فيش أي منقاشات دلوقتي في هذا الملف والملف ده وقت ما الأهل يعلن بدء التفاوض والإعلان الرسمي إحنا هنا هنكون أول ناس هنعلن معكم كل الجديد وخاصة إحنا الفترة الأخيرة كنا بنتكلم في ملف بيتسو مسماني بشكل واضح جدا إلى أن خرج الكابتن محمود الخطيب في التصريحات الرسمية وأكد كل اللي بنقوله لحضراتكم وبالتالي ما ينشر عبر المواقع والصحف بيبقى بعيد تماما على الأحداث والواقع داخل النادي الأهل طيب نشوف كمان معنا اليوم السابع وبيتكلموا على الأهل مهدد باللعب بدون محل الأداء ومخطط الأحمال بعد استئناف الدول الخبر هنا أن معنا أن السنائي كيل سوليمون محل الأداء وكيبي مخطط الأحمال سفروا جنوب أفريقيا خلال هذه الفترة الراحة السلبية وطبعا المحالين موجودين في جنوب أفريقيا كنا نعرف أن الطيران يعني خلاص ما فيش طيران دلوقتي مباشر ما بين مصر وجنوب أفريقيا بسبب جائحة كورونا وفيه متحور جديد بالنسبة لهذا الفيروس فبالتالي هم حاليا في جنوب أفريقيا فيه اتصالات بتتم بحيث أن الاثنين يخرجوا لأحدى الدول في الفترة القادمة ويكون فيه ترانزيت ثم السفر إلى القاهرة بعد ذلك لكن إن شاء الله فيه محاولات لحل الموضوع وسلم من محل الأداء وكيبي مخطط الأحمال إن شاء الله يكونوا موجودين في القاهرة مع استيناف التدريبات خلال الفترة اللي جاية وده طبعا زرف طارق محدش كان يتخالق أو أتوقع إن يكون فيه غلق للطيران في الفترة الحالية ده حصل في جنوب أفريقيا المغرب كمان والجزائر وكلنا شفنا النهاردة فيه مباراة في الكنفدرالية للتحادر إفريقي أجلها بسبب ظروف الطيران لكن إن شاء الله بإذن الله الأمور تمر بسلام خلال الفترة اللي جاية آخر حاجة معايا ومن حساب اليوم السابع بيتكلموا وده حسابهم على تويتر الأهل يرفض عرضا سعوديا للتعاقد مع شريف والشحات في الشتاء كلام ده يتقال كتير قوي ومحمد شريف وحسين الشحات مكملين في النادي الأهلي ولا نية في إعارة أي لعب أو بيع أي لعب خلال هذه الفترة والموقف الرسمي سيتحدد في الإسبوع الأخير من شهر ديسمبر أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض ونشوف أخبار منتخبنا الوطني في كأس فيفا للعرض أهلا بحضراتكم من جديد والحديث عن منتخبنا الوطني اللي بيستعد إن شاء الله لأولى مبارايته في كأس فيفا للعرب غدا بإذن الله الساعة السالسة عصرا بتوقيت القاهرة بموجهة المنتخب اللبناني المباراة صعبة جدا من السهلة محدش أتخالي لبنان في التصنيف بعيدة جدا لكن منتخب لبنان في التصفيات الأسيوية المؤهلة لكأس العالم عامل مباراة كبيرة جدا وكانت موجهته مع المنتخب الياباني من المواجهات الصعبة اللي انتهت بفرق هدف لصالح المنتخب الياباني النهاردة الظهر كان فيه مؤتمر صحفي مهم جدا لمنتخبنا الوطني كارلوس ساكيروش وعمر السولية اتكلموا لكل وسائل الإعلام عن استعداد مصر للبطولة البرتغالي كارلوس ساكيروش النهاردة في المؤتمر الصحفي قال إن المحترفون ليسوا فقط من يلعبون في أوروبا بل كل عناصر الفريق تستعد لتقديم أفضل ما لديها نريد اللقب ودير سالة مهمة جدا قالها كارلوس ساكيروش النهاردة اللي لعبته قبل ما يوجهها لوسائل الإعلام إن هو عايز يلعب على البطولة هذه فرصة كمان جيدة للعبين لكي يثبتوا أحقياتهم في اللعب للمنتخب كل لعب عايز النهاردة يكون ليه اسمي ومكانه في منتخب مصر قدامك الملعب في مباريات دولية زي كاس فيفا للعرب تثبت فيها أن الجزير باللعب وارتداء تي شيرت منتخبنا الوطني قال كمانا كارلوس ساكيروش هناك لعبونا صغار السن وبالتأكيد هم لعبونا جدد لم ينضم للمنتخب خلال الفترة الأخيرة سيستفدون كثيرا من المشاركة في هذه البطولة هذه البطولة اللي تشبه بشكل كبير كأس العالم وكأنها كأس عالم مصغرة اتكلم على المنتخب اللبناني قال أحترم لبنان المباراة ستكون لقاء قوي ومباراة قوية جدا أمام فريق عمل نتائج مميزة في التصفيات الأسيوية قال وجهت لبنان مرارا عندما كان بيقود منتخب إيران في السنوات السابقة يعرف كثير عن منتخب لبنان وقال هنقل كل خبرات دي للاعبة المنتخب خلال الفترة اللي جاية لكن ممي جدا أطالبهم بالاستمتاع وتقديم أفضل ملديهم في مباراة منتخب لبنان غدا دي كانت أبرز تصرحات كارلوس ساكيروش عمرو السرية كمان نجم الناجي الأهل وقائد منتخبنا الوطني لتصرحات مهمة في المؤتمر الصحفي نتابع بطولة طبعا يعني يعتبر التجربة كويسة قبل بطولة أمم أفريقيا هتبقى يعني مباريات كويسة لنا كمنتخب مصر نحن نعد نفسنا كويس للبطولة جايين طبعا إن شاء الله وعندنا طموح واللعيبة كلها مركزة إن شاء الله نوصل أبعد مدى في البطولة ونرجع بالبطولة إن شاء الله اللعيبة كلها في مجموعة لعيبة جديدة موجودين إن شاء الله يبقى ليهم دور ويكونوا موجودين مع منتخب مصر إن شاء الله نقدر نحقق اللي احنا عايزينه من بداية مباراة بكرة إن شاء الله اللعيبة اللي موجودة في أوروبا طبعا أسماء كبيرة ويعني مش محتاجين إن احنا نتكلم عليهم وعلى تأثيرهم مع منتخب مصر كنا نتمنى طبعا إن هم يكونوا موجودين بس يعني المجموعة اللي موجودة من اللعيبة مجموعة اللعيبة كويسة عندهم طموح عايزين يحققوا حاجة مع منتخب مصر عايزين يثبتوا نفسهم فدي فرصة كويسة لهم والمجموعة كلها إن احنا نعمل حاجة في البطولة زي ما قلت لك اللعيبة كلها مركزة وعندنا هدف واحد إن احنا إن شاء الله نرجع بالبطولة طيب دي كانت أبرز تصرحات وكلام عمر السلية قائد منتخبنا لوطن يكون هو كابتن منتخب مصر في هذه البطولة كلنا عارفين طبعا إن محمد صلاح مش موجود في البطولة البطولة مش في الأجندة الدولية فمش هيكون مشارك أيضا كمان أحمد فتحي ومشاركته مع بيرامدز بالتأكيد مش هتخليه موجود في البطولة فبالتالي يكون كابتن منتخبنا هو عمر السلية وتم استدعاء أحمد حجازي في اللحظات الأخيرة بعد إصابة إمام عشور بفيروس كورونا قبل السفر إلى الدوحة بساعات قليلة طيب النهاردة كمان الصبح كان فيه اجتماع فني لتحديد الإجراءات التنظيمية والإدارية الخاصة بمواجهة مصر ولبنان غدا الساعة ثلاثة بتوقيت القاهرة منتخبنا الوطن هيرتدي الزي الأساسي والأصلي الأميص الأحمر والشرط والجوارب السوداء خلال مواجهة منتخب لبنان غدا في أولى المباريات ضمن المجموعة الرابعة لبطولة كأس العرب بينما يرتدي المنتخب اللبناني الطاقم الأبيض الكامل قدامكم طبعا ده على الشاشة تي شيرت منتخبنا الوطني والتي شيرت الآخر هو تي شيرت حارس المرمى إن شاء الله محمد الشنة ولا يحرص مرمى منتخبنا الوطني بيكون فيه تركيز على كل التفاصيل إلا تي شيرت إلا الشورت إلا الشراب كل الألوانات حشان ما يكونش فيه أي تداخل في المباراة قدامكم طبعا الكابتن واي الجمعة مدير المنتخب والكابتن محمد صلاح المدير الإداري ودكتور محمد أبو العيلة طبيب منتخبنا الوطني الاجتماع ده النهاردة كان اجتماع تنصيقي عقد صباح اليوم في استاد السمامة الذي يصديف المباراة بقيادة فريق متخصص من الاتحاد الدولي لقراض القدم فيفا وحضروا عن الجانب المصر زي ما أتركوا كابتن واي الجمعة ومحمد صلاح ودكتور محمد أبو العيلة وعبدالله صيد أيضا كمان بسؤول المهمات اللي بيكون معاه كل هذه الأدوات عشان الاجتماع الفن وكل القائمين على التنظيم يشوفوا كل منتخب هيلبس إيه مع التنصيق أيضا مع طاقم الحكام اللي هيرتزي طاقم آخر غدا في المباراة وكننا عارفين أن بكرة إن شاء الله هذه المباراة هي ديرها طاقم تحكيم ألماني في مباراة مصر ولبنان وكمان اتفقوا على التحرك موعد تحرك كل فريق استعدادا له ونصول لملعب المباراة ويكون التحرك قبل موعد المباراة بحوالي ساعتين إلا روضا طيب نروح بقى كمان ونشوف النهاردة التريند المحلي وأبرز الحاجات الخاصة بكأس فيفا العرب إزاي السوشيال ميديا اهتمت بيها وإيه الإحصائيات اللي تكلموا عليها قبل مباراة منتخبنا بكرة طيب الحساب الرسمي يلا كورا على تويتر نشروا أغلى عشر لعبين في كأس العرب في القيمة التسويقية من ضمنهم أحمد حجازي ومحمد الشناوي ومحمد مجدي أفش هنستعرض القيمة مع بعض ودي القيمة التسويقية التقديرية وفقا لموقع ترانسفير ماركت اللعب ياسين إبراهيمي من الجزائر 8 مليون يورو بغدادة بنجاح من الجزائر 6 مليون يورو أحمد حجازي مصر 4 مليون يورو أقرم عفيف اللعب القطري 3 مليون يورو 7 من 10 سوفيان رحيمي المغربي 3 مليون يورو ده الانتقال الأخير لراحل الإمارات بعدما كان بلعب في الرجاء المغربي المعز علي القطري 3 مليون يورو هنبع للمجشباري التونسي 3 مليون يورو ده بلعب في الدور الإنجليزي محمد الشناوي حارس مرمى منتخبنا الوطن والأهلي 2 ونص مليون يورو محمد مجد أفشا 2 و2 من 10 مليون يورو وأنيس بن سليمان من تونس 2 مليون يورو دي أغلى عشر لعيبة والقيمة التسويقية لهم قبل انطلاق كأس فيفا للعرب طيب الأهرام اتكلمت على إحصائية ما بين مصر ولبنان التاريخ بيقول إيه النتيجة طيب تاريخ مواجهات مصر ولبنان قبل مبارتهم غدا التاريخ ينتصر للفرعنة سجل مواجهات مصر ولبنان في كأس العرب هي المباراة السبعة تاريخيا بين المنتخبين الفريقين تواجهوا مع بعض قبل كده 6 مواجهات 6 مباريات 3 منهم في البطلات العربية و3 كانوا بشكل ودي منتخبنا بتفوق تاريخيا على لبنان لأننا فزنا في 5 مطشاط وتعدلنا في مباراة سجلنا 22 هدف واستقبلنا هدفين كان أول هما من ركلة جزاء آخر مواجهة ما بين مصر ولبنان كانت في 11 مايو 2012 كانت مباراة ودية وانتهت بفوض مصر بأربعة أهداف مقابل هدف سجل أهداف الفرعنة أحمد سعيد أوكا أحمد حسن ميكي أحمد تمساح وأحمد خيري وسجل منتخب لبنان اللاعب أحمد زريق من ركلة جزاء طيب ده أبرز الأمور الخاصة بالإحصائيات ما بين مصر ولبنان والاستعداد لمواجهة الغد إن شاء الله أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع ببعض ونشوف الترند العالمي وأبرز الحاجة المتعلقة بالترند العالمي بالتأكيد هيكون معنا محمد صلاح أهلا بحضركم من جديد والترند العالمي ترند العالمي النهاردة بالتأكيد مش هيكون عندنا حديث إلا على النجم المصري محمد صلاح محمد صلاح مبارح كنا بالتأكيد بنتمنى أن يكون هو البالندور الفائس بيق القرى الزهبية في جائزة الفرنس فوتبول لكن للأسف بالتأكيد بالأمس كان ترتيبه السابع فالترتيب والاختيار والفائس بالجائزة يمكن كان فيه العديد من علامات الاستفهام والناس كلها كانت مستغربة آه صلاح في 2021 البداية ما كانتش قوية لكن آخر أربع شهور في السنة كان فيه حاجات كتير مميزة لكن في نفس الوقت لو بصينا على ميسي السنة دي ما كانش أحسن شيء بالنسبة لميسي كمان كريستيانو ما كانش أفضل شيء بالنسبة لكريستيانو العادلة كلها كانت تقول أن الصراع يكون ما بين كريم بن زيمة ليفندوفيسكي وأيضا كمان محمد صلاح لكن كلنا في النأخية هيا شفنا ترتيب غريب والفائس بالقرى الزهبية من الفرنس فوتبول لكن في نفس التوقيت المبارح كانت فيه جائزة مهمة جدا لا تقل أهمية عن جائزة الفرنس فوتبول وهي جائزة القدم الزهبية اللي فاز بيها نجمنا المصري محمد صلاح الجائزة دي لها لوائح يعني اللي بيفوز بيها مرة ما بيفوز بيها تاني لأنه هتكون مقاس القدم موجودة في المتحف وفي المكان اللي فيه الجائزة وبتتعلق في هذا المكان مرة واحدة فقط محمد صلاح بالأمس كان حاضر هو وزوجته وشاركه في الحفل وبالتأكيد كان فيه كلام مهم جدا قاله لكن تعالوا نشوف كمان أبرز الحاجات اللي تقالت بخصوص هذا الموضوع بالنسبة لمحمد صلاح طيب سكاي سبورت عملت حوار مع محمد صلاح مبارح بعد فوزه بجائزة القدم الزهبية حول الاختيار بين الفوز بالدول الإنجليزي أو داره الأبطال وتكلموا عن تحطيم الأرقام القياسية مع ديديد رجبة والفوز بجائزة القدم الزهبية كلام مهم جدا لمحمد صلاح تعالوا نتابع أبرز تصرحات صلاح مبارح مع سكاي سبورت الحجوم للحجوم 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 شكرا لنا شكرا لنا شكرا لنا شكرا لنا شكرا لنا شكرا لنا أحبب الجان 여러분도 المعاهرة أتبعط بجائع أجل في هذه المنزلة مرة أخرى. أنا أتاكد أن أجد موتيفة فينا إجراء إلى تدريبه. لا أعلم كثيراً، ولكن هذا كان يوجد موتيفة لطرقه. بالطبع هو إفرادة. نعرف معين. هو أصدقائي. كان موتيفة لطرقه. أشياء الرائعة في الأمس حتى محمد صلاحنا أما استلم الجايزة زوجته هي اللي كانت بتستلم الجايزة بالتأكيد هو موجود في الحفل معها. الشيء كان رائع جدا والمظهر والمشهد كان ممتاز. وتصريحات صلاح على قصر الرقم القياسي لديديد رجبة. قال لك هو من أبرز أصدقائي. وبالتأكيد ده طموح ليا أن أقصر رقم قياسي لنجم كبير جزا دديديد رجبة. أيضا كمان اتكلم على تفضل إيه الدور الإنجليزي ولا دور أبطال أوروبا. قال بالطبع أفوز بالبطلتين وبالنسبة له ده بالتأكيد أكبر تحدي. وسبق ليه العام قبل الماضي نفاس بدوري أبطال أوروبا مع أيضا الدوري الإنجليزي. طيب هل الأمر توقف بس في تصراحات لسكاي سبورت؟ لا عندنا كلام مهم جدا ولكن من خلال حساب أنفلد ووتش على تويتر. وكان فيه تصراحات مهمة جدا ليورجين كلوب المدير الفني الألماني لفريق ليفربول. علق وقال لقد تفاجأت بتواجد صلاح في المركز السابع كي أكون صادقا. القرى اللي الزهبية تعتمد على تصويت الصحفيين. إن كنتم تظنون يقصد الصحفيين يعني أنه يستحق التواجد في مركز أعلى. فعليكم إقناع زملائكم. يمكننا دائما منحاه لميسي من أجل ما سرته. وإن لم يحصل عليها ليفندوفسكي الآن فمن الصعب أن يحصل عليها بعد ذلك. دي تصراحات يورجين كلوب على محمد صلاح. بعد ما شفنا بالأمس بالتأكيد حفل البالندور وجائزة الفرنس فوتبول ميل اللي فاز بيها وكاد بالنسبة لنا بالتأكيد مفاجئة. جائزة الفرنس فوتبول زي ما أنتم شفتوا بالتأكيد بالأمس واللي حصل. لكن بالطبع عندنا أمل بقى إن شاء الله في جائزة الفيفا زابست إن يكون محمد صلاح مرشح ضمن التلاتة الأوائل. طيب كاس عامل أندية بالتأكيد وإحنا بنتكلم في المرحلة اللي جاية. بطولة مهمة جدا. عفوا. وفي نفس الوقت يا بطولة الكل بيحاول قدر إن كان يقدم فيها أفضل مال دي. والبطولة في نفس الوقت للأسف جاي معادها في توقيت تصعب. يعني كاس عامل أندية جاي في توقيت من 3 إلى 12 فبراير. ده توقيت هتبقى فيه صعوبة إنك تلعب بالقايمة الأساسية. هل هيتم نقاش الفترة القادمة مع منتخبنا الوطني في مسألة الاتفاق على طرق العيبة؟ ولا إيه لا يحصل خلال الفترة اللي جاية؟ عموماً هنشوف كلنا كمان إيه لا يحصل لفترة الجاية من في ظل إن الموعيد متدخلة مع بعضها. والقرعة تعملت بالأمس وكانت القرعة أصفرت عن الأهلي عيواجه بالتأكيد فريق منتيري المكسيكي. والفائز سيواجه بالمراس البرازيلي. الناس بقى انبارح شافت القرعة. وفيه أراء شايفة إن مواجهة الهلال السعودي كان شايفة أفضل. ومواجهة منتيري المكسيكي هي الطريق الأفضل إن الأهلي بالتأكيد كانوا واجهة الفريق المكسيكي قبل كده. وانبارح الكل كان بيتكلم مهم جداً إن واجهة الفريق المكسيكي لأن وجهوا رسائل بيتسو موسيماني. عندنا طار مع الفريق ده قبل كده في كاس العالم للأندية. طيب تعالوا نشوف رأي الناس في قرعة كاس العالم للأندية. ونشوف الناس شايفة القرعة إزاي. هل جاية في صالح الأهلي؟ ولا كان يفضل إن يكون الطريق عربي مواجهة الجزيرة أو الهلال. ثم مواجهة تشيلسي في نصف النهائي. نرغم بعض ونشوف مشاركة الجماهير. محمد داناصر بيقول مساء الورد عليك يا كابتن. محمد مساء الخير يا محمد. والله القرعة جيدة والبطل لا يخشى أحد. وإن شاء الله البطولة تكون من نصبنا. وتحياتي لقناة ندينا الحبيب. إن شاء الله القرعة يعني الناس شايفة هنية جيدة أو أفضل شيء شوية. شاكر محمد بيقول مساء بنا يا أهلي. أنت اللي خلتنا نحلم ونسرح بخيالنا. أنا حلمي أسمع الأهلي ببطلة لكاس العالم للأندية. يا رب يا شاكر. محمد فتحي بيقول البطل لا يهاب أحد مهما كان. رسالة إيجابية قبل البطولة بشهر ونص. نسرين نجابر بتقول البطولة مسهلة. ومن أول مباراة مع منافس صعب. بس اعتمنى مسيماني ورجالته يعملوا المطلوب منهم ويفرحونا بالبطولة. أو المركز الثاني على أقل تقدير. طيب ده كان كلام مهم جدا بالتأكيد من كل المتابعين لمراسم أرعة كاس العالم للأندية بالأمس. والانطلاق هتكون أمام مونتيريا المكسيكي. ثم مواجهة بالمراس في الدور نصف النهائي. في الختام بشكر حضراتكم بالتأكيد على حسن المتابعة والمشاهدة. وبإذن الله نلتقي غدا في حلقة جديدة من برنامج التريند. شكرا وإلى اللقاء.